بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو الثاني من حساس المراجعة سأقوم بقوف الوحدة الأولى لإستهلاك المادة العضوية والتدفق الطاقة سأقوم بإسترداد المعارف لتحط المتحان الوطني 2018 دائما على استرداد المعارف فرصة أيضا لمراجعة الدرس قبل التمارين الاستدلاع العلمي ستطلب مهارات أخرى من غير أن نسترجع المدامين دائما نبدأ بالتعريف بالنسبة لجميع المتحانات الوطنية التخمر الكحولي نتحدث أولا على التخمر الكحولي نعطي التعريف تخمر الكحولي هو مسلك آخر من المسارك الاستقلابية التي تستعملها الخلية لإنتاج الطاقة اللازمة لمختلف التفاعلات التي تقوم بها الخلية وهو نوع من أنواع التخمر لدينا التخمر الكحولي ولدينا التخمر اللباني كما نعرفه هو مسلك استقلابي دائما في إطار التخمر لدينا غياب للأكسجين أن هذا المسلك سوف يتم في وسط حي لا هوائي بحال بحال التخمر اللباني الآن ما هي المميزات التخمر الكحولي أين يتم النواتيج جيرو أول حاجة كنعرفوها هو أنه يتم على مستوى الجبلة الشفافة الخلية بعد دخول الغليكوز إلى الخلية بعد دخول الغليكوز إلى الخلية إذا كانت هذه الخلية فتتواجد في ضروف حيلة هوائية يعني في ضروف غياب الأكسجين ماذا ستقوم هذه الخلية أو خاصة خلايا الخميرة سوف تعمل على تحويل الغليكوز الى أولا حمد بيروفيك وبالضبط جزئتين من حمد بيروفيك هذه هي انحلال الغليكوز هي عملية مشتركة بين التخمر والتنفس بعد ذلك هذا الحمد بيروفيك دائما على مستوى الجبلة الشفافة سوف يتحول الى اتانول او كحول او ما يسمى بالكحول اليتلي دكو دكو هنا الگليكوز هو C6H12O6 حمد البروفيك هو CH3COCOH و الهتانول هو CH3CH2OH وهنا النوااتي جرائيسية ولكن لا ننسى انه دائما تكون عندنا انحلال الغليكوز اختزال للنواقل الناد الناد يصبح الناد 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 حمد البروفيك بعد ذلك عند تحول حمد البروفيك الى ايتانول سيكون اعادة اكسدة النواقل يعني الناد يصبح ناد بعد فقدانه للأكسدة اكسدة النواقل وطرح CO2 الى جانب الكحول الاثيلي او الاثانول هذا هو الفرق بين التخمر الكحولي والتخمر اللباني لا يوجد سيكون غير الحمد اللباني هذا فيما يخص جميع الميزات التخمر الكحولي نعطيه التعريف انه مسلك استقلابي حي لا هوائي تستعمله الخلية لانتاج كمية بسيطة من الطاقة وهي عبارة عن جوج اتب ويحدث على مستوى الجبيلة الشفافة وخلال التخمر الكحولي يتم تحويل الغليكوز الى الاثانول مع طرح التخمر الكحولي الآن التعريف المؤكسيد المؤكسيد دائما سوف نتحدث عليه لكي نتذكر ماذا يحدث خلال التفصفور المؤكسيد هنا وضع مكان حدود التفصفور المؤكسيد وخ هنا 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 وهنا المطريس الميتوكندري على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري يوجد البروتينات المدمجة التي تشكل السلسلة التنفسية هي النواقل هذه نواقل الهيدروجين ونواقل الالكترونات ننتهي هنا بالكرة ذات شمراخ التي تحمل أنزيم جد مهم وهو الاتب سنتاز هنا الاتب سنتاز هو الأنزيم التي تقوم بالتفاعل الذي سوف ندرسه ديال تفسفور على طول السلسلة التنفسية أولا سوف يتم إعادة أكسادة الناد 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 على مستوى تا 1 وعلى مستوى التا 2 إعادة أكسادة الـFADH2 ونحصل على FAD+. بيانسور هذه الأكسادة سوف يتم خلالها الطرح للبروتونات والطرح للإلكترونات البروتونات سوف يخرج الحيز البيغيشائي على مستوى التا 1 تا 2 لا يتمش على مستوى خروج البروتونات تا 2 تا 2 سوف يتفضل الألكترونات تا 3 هو و تا 1 الالكترونات نتيجة عن هذه الأكسادة سوف يتمشي بفضل تا 3 التي يصلها إلى تا 4 أو تا 4 أو تا 4 و تا 1 دائما مرور الألكترونات ولكن مع خروج للبروتونات على مستوى التا 4 أيضا وعلى مستوى التاسيس أيضا الآن على مستوى التاسيس شنو كيحدث عندما يتلقى للتاسيس الإلكترونات سوف يتم اكتساب طاقة من طرف هذا ناقل تاسيس الذي يعمل على حدود تفاعل جد مهم وهو بتمرير الإلكترونات إلى آخر مستقبل أو المستقبل نهائي الإلكترونات وهو الأكسيجين الذي يتحول إلى جزئة H2 هنا قلنا كي نطرح للبروتونات أو التدفق للبروتونات نحو الحيز البيغشائي هذا التدفق سوف ينتج عنه ممال يعني ارتفاع للتركيز على مستوى الحيز البيغشائي وانخفاض التركيز للبروتونات على مستوى الماتريس وهذا الممال هو أن البروتونات التي ستصبح تركيزها مرتفع هنا سوف تحاول أنها ترجع الماتريس لكي يحصل التوازن لكي لا يبقى لدينا ممال سوف تركيز هذه البروتونات من تريد أن ترجع الماتريس سوف تلقى هذه الغيشة الداخلية لها الميتو كوندري كله غير نفوض للبروتونات يمكن أن ترجع من مكان آخر لأن هذه النواقل فقط يمكن أن تخرج البروتونات يمكن أن تدخلهم كيف فيها البروتونات تلقى فقط مسلك واحد هو الكرة دات شمراخ هي الوحيدة التي تقدر أنها ترجع البروتونات إلى داخل الماتريس هذا المرور ديال البروتونات عبر الكرة دات شمراخ سوف يعمل على تنشيط هذا الكرة دات شمراخ وبالتالي سوف يتم بفضل الأنزيم ديال ATP سنتاز سوف يتم تفصفور ال-ADP ليعطيها جزئة ATP يعني التفصفور كيحدث لأي جزئة ال-ADP دي لادينوزين دي فوسفات يعني عندها دارتان من الفوسفات كيضاف لها واحد الفوسفات يعني كتفصفور وكتعطينا لادينوزين تخي فوسفات الأدينوزين تولاتي الفوسفات هذا هو التفصفور في حد ذاته هذا هو التفصفور ديال-ADP علش سميناه تفصفور مؤكسيد لأنه كيستعمل الطاقة المستهلكة خلال مرور الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية وبالضبط انطلاقا من أكسدة النواقل يعني هذي الأكسدة النواقل هي اللي كتأدي لحدود هذة التفاعلات كلها وبالتالي حدود التفاسفور لذلك يسمى بالتفاسفور المؤكسيد هذا هو الشرح المفصل للتفاسفور المؤكسيد يضع بزاف لو امتحانات الوطنية يخصكم بضبط هذا المؤكسيد لأنه يضع بزاف التمارين للإستدلال العلمي ليس فقط غرف استعداد المعارف داكو في التعريف للتفاسفور المؤكسيد هو بطبيعة الحال هو تفاسفور لل-ADP وحصول على جزئة ATP انطلاقا من التأكسودات التنفسية التي تحدث على مستوى السلسلة التنفسية داكو نمرو الآن السؤال الثاني اللي هو اختيار للاقتراح الصحيح بالنسبة لكل المعطاء دائما ونبدأ بالمعطاء الأول يصاحب تحول جزئة من الجليكوز إلى جزئتين حمد بيروفيك في الجبل الشفافة B تحول جزئة الجليكوز إلى جزئتين حمد بيروفيك أولا هذه انحلال الجليكوز يعني كيف تحدث الآن على انحلال الجليكوز بيروفيك تطلبو منا كيف يحدث خلال انحلال الجليكوز واذا يحدث اختزال 2NHH بلس وتركيب 4 ATP اكساد 2NHH بلس وتركيب 4 ATP وا الاقتراحات الأخرى أولا دائما نقوم في انحلال الجليكوز لا تنسوا لم يكن المعطاء مهم هو 222 ستاديا انحلال الجليكوز سينتج 2NHH بلس وتركيب 2NHH بلس 2NHH بلس 2NHH بلس 2NHH بلس 2NHH 2NHH بلس 2NHH بلس نقوم بلس نقوم بلس اكتسب إلكترونات والاكتساب من اختزال يعني ان خلال الجليكوز يحدث اختزال لNHH بلس والحصول على 2NHH بلس ويكون عندي اختزال 2NAD بلس وتركيب 2ATP هو المقترح الصحيح 3NH المعطة الثاني ينتج عن عمل سلسلة تنفسية في الميتو كوندري هل هناك ارتفاع تركيز للبروتونات في الماتريس او انخفاض تركيز البروتونات في الماتريس او انخفاض تركيز البروتونات في الحيز البيغيشائي او انخفاض تركيز البروتونات في الحيز البيغيشائي احنا قلنا خلال تفاعلات السلسلة التنفسية نحصل على ممال للالكترونات يعني تركيز مرتفع ل H بلس على مستوى الحيز البيغيشائي مقارنة بالماتريس التي تكون فيها تركيز H بلس منخفض او انخفاض او انخفاض تركيز هذا لعمل السلسلة التنفسية وهو اخراج البروتونات نحو الحيز البيغيشائي اي تدفق البروتونات المقترح الاول ارتفاع تركيز البروتونات في الماتريس او انخفاض البروتونات البروتونات في الحيز البيغيشائي او انخفاض 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 البروتونات طريبو ميوزين م самого انخفاض الترباز اوتر او انخفاض احساب ارتباع الاكتين بالميوزين يعني ف انخفاض الاكتين تتبيع الاكت Lean القنطرة المستعرضة وهو مركب الاكتو ميوزين هو الارتباط بين الاكتين والميوزين ماذا يرتبط الاكتين والميوزين؟ كيف يقع على مستوى رؤوس الميوزين؟ سوف تتم حلمة الاتيبة على مستوى رؤوس الميوزين يعني هذه هي اول مرحلة يتحرير سيادوكلوس بعد ذلك تشكل مركب الاكتو ميوزين هذه على دوزيام الميوزين سوف يعمل على حلمة الاتيبة اللي كانت على مستوى لان نرى الميوزين عارفين عندهم موقع ديال تثبيت ااتيبة ها هي حلمة داك الاتيبة حلمة الاتيبة غادي تعطي الميوزين القدرة انها تحرك الرأس ديالها وبالتالي تحرك الرأس ديالها هذا يعني دوران رؤوس الميوزين هي اربعة ثم ثم بعد ذلك شنو غايوقع مني غادي تدور رؤوس الميوزين غادي تحرك بيانسور خيطات الاكتين اللي مرتبطة بها وبالتالي الاكتين سوف تنزلق نحو مركز الساركومير بيانسور ثم هي خامسا وبعد ذلك سوف يتم تثبيت ااتيبة على مستوى رؤوس الميوزين باش يعطينا دك من طرف نحن نحن نتحدث الآن على ممال البروتونات اللي قلنا هو ذلك الارتفاع للتركيز في الحائز البيغيشائي يعني تركيز البروتونات بالمقارنة مع ماتريس الميتوكندري نحن نحن نعرف ما هي العلاقات هذه الممال مع تفسفور ADP وش كولتي تعمل على تفسفور ADP واش الف قنوات البروتونات للغشاء الداخلي للميتوكندري أو أنزيم ADP سنتاز للغشاء الداخلي للميتوكندري المركبات الناقلة للالكترونات للغشاء الداخلي الميتوكندري أو كورنزيمات لغشاء الداخلي ما معنى هاتشي كله نحن نمامات البروتونات هو اللي قلنا يعمل على إعادة هش بلوس إلى الماتريس قلنا ترجع عبر الكورات ذات شمراخ المرور عبر الكورات ذات شمراخ سوف يقوم بتنشيط هذه الكورة ذات شمراخ وبالتالي تفسفور ADP باستعمال ATP سنتاز نحن نفتصول على تفسفور ADP يعني أين يتم تفسفور ADP ستكون هناك تكلف بتفسفور يعني اكتساب ADP البي لكي تحول ATP ترجع عبر الكورة من الماتري ترجع عبر الكورة ترجع عبر الكورة ذات شمراخ مع تدفق H بلوس وهو أساسي في تهييج الكورة ذات شمراخ وتنشيط الكورة ذات شمراخ للحصول على ADP هذا هو تفاعل تفسفور ADP محطة يعني أنا اختارت كجواب صحيح ولكن كميجي مدال لكي نعرف للمشيط المركبات الناقلة للإلكترونات للغشاء الداخلي الميتوكندريات هذه المركبات الناقلة هي البروتينات السلسلة التنفسية التي تعمل على نقل الإلكترونات عبر مختلف مكونات السلسلة التنفسية ولكن لا تدخل في التفسفور لأنها هي قلناها قبلة هذه الإلكترونات وهو التدفق والتنقل للإلكترونات سيحبس في التاسيس لأن هنا المتقبل النهائي للإلكترونات الكرة لا تصل إلى الإلكترو فقط يمر عبرها البروتينات يعني سيبغساء خطأ لأن لا يوجد علاقة بالتفسفور كونزيمات الغشاء الداخلي للميتوكوندري هذه كونزيمات الغشاء الداخلي للميتوكوندري حتى تدخل في السلسلة التنفسية دائما ثمارين ثالث هو عبارة عن صحيح أو خطأ هنا نعطيه صحيح أو خطأ مع التعليل ومع الصحيح الاقتراح الأول يقول يتم تجديد ATP على مستوى الخلية العضلية انطلاقا من الفوسفوكرياتين بتدخل أنزيم ATP سنتاز التجديد في الملخص لدينا لدينا ثلاثة طرق جديد هناك الطرق لا هوائية لا لبنية التي تكون في الأول من بينها الفوسفوكرياتين استعمال الفوسفوكرياتين والاستعمال ATP هذه الطرق السريعة الطرق الهوائية متوسطة السرعة هي التخمر اللباني والطرق الهوائية البطيئة هي التنفس الخلوي الآن في تجديد ATP نحن يتحدثون عن الفوسفوكرياتين هو المسلك لا هوائي لا لباني السريع الذي يعمل على إنتاج ATP من التفاعل بين ATP والفوسفوكرياتين نعطيه هنا التفاعل اللبسات التي تتم على مستوى الخلية بستعمال الفوسفوكرياتين هي ATP زائد فوسفوكرياتين أو الكرياتين فوسفات بيتدخول أنزيم يعطينا ATP زائد كرياتين كرياتين فوسفوكرياتين فوسفوكرياتين يفقد الفوسفات تقوم بإنتاج ATP لتصبح عبارة عن كرياتين هنا في التفاعل وماذا يدخل أنزيم ATP بسنتاز لا يدخل في التفاعل وماذا يدخل في التفاعل المؤكسيد هنا إجابة تكون خاطئ المقترح الثاني يقول تتم أكسدة جزئات في الماتريس بتدخل الأنزيمات المهزلة للهيدروجين الآن نريد أن نعرف أين تتم أكسدة هذه الجزئات أولا اختزال NAD يتم على مستوى الجبلة الشفافة كما قلنا خلال انحلال الجليكوز وأيضا خلال دورة في الماتريس وخ يعني في الماتريس ما يكون هذا؟ اختزال NAD ولكن الأكسدة NAD سوف تتم على مستوى السلسلة التنفسية لا تتم أبدا على مستوى الماتريس هذه خاطئة سمق لنا سلسلة التنفسية على مستوى السلسلة التنفسية دكو هذا بالنسبة للتنفس و بالنسبة للتخمر الماتريس الماتريس الميتوكندري لا تدخل نهائيا في الأكسدة خاطئة ثالثا تنتيج تفاعلات التخمر الكحولي في الجبلة الشفافة حتالة عضوية مع تحرير CO2 ثالثا نحن عدد لتخمر الكحولي في بداية التثمين تحدثنا عليه بالتفصيل نرى أنها تحدث في الجبلة الشفافة صحيح أنها ينتج حتالة عضوية حتالة العضوية في الحالة التخمر الكحولي هو الأيتانول والكحول هو الحتالة العضوية الناتجة عن التخمر الكحولي مع تحرير CO2 والأيتانول يعني هذا اقتراح صحيح رابعا يتحول الحمد البيروفيك في الميتوكندري إلى أسيتيل كأنزيم A هل هذا صحيح؟ نعم هل هذا اقتراح صحيح نفسه حمد البيروفيك تشكل على مستوى الجبلة الشفافة خلال عملية انحلال الجليكوز المشتركة بين التنفس والتخمر إذا كان هناك أكسجين هذا حمد البيروفيك سيمر الميتوكندري على مستوى الميتوكندري وبالضبط على مستوى الماتريس الميتوكندري سيتحول حمد البيروفيك إلى أسيتيل كوانزيم A يدخل في دورات كريبس دائما على مستوى الميتوكندري وبالتالي سيتحول كيفما قلنا صحيح لأنه حمد البيروفيك تتحول إلى أسيتيل كوانزيم A في الميتوكندري وبالضبط على مستوى الميتوكندري سيبون نمر السؤال الرابع والآخير لدينا المجموعة الأولى فيها تسجيلات العضلية التي نحصل عليها وفي المجموعة الثانية لدينا كيفية تطبيق هذه الإهاجات التي تعطينا تسجيل المذكور واخ كل تسجيل في هذا سوف تكون شيء ما لدينا لكي نختار الإجابات الاقتراح في المجموعة الأولى هو الالتحام التام للرعشتين العضليتين لدينا الالتحام التام للرعشتين العضليتين هو هذه الحالة أن رعشتين عندهم التحام تام الوسع كبير كثيرا وهم ملتاحين يعني يشبهون الرعشة المعزولة ولكن ما فرق بينهم هو أن الرعشة الأولى انضافت على الرعشة الثانية وتطني ارتفاع كبير والتحام تام للرعشتين فقط كيف يحدث الالتحام التام هذه التحام التام مهمة عنداء الهاجة الثانية بعد انتهاء الرعشة العضلية الأولى و hasn't في فترة الاقواض والتقلوص العضلية أو أرتفاع الرعشة العضلية الأولى ち último for s was يكون عندي إهاجة تانية ها هي ها هي إهاجة الأولى ها هي لحظة تسليط هذه الإهاجة لحظة تسليط الإهاجة الثانية يعني النبجج بهم تم تسليطهما يعني في البداية ديال الرعشة العضلية الأولى وبالتالي اختيار ديالي غيكون هو التحام تام للرعشتين العضليتين عندما يتم تهييج خلال فترة تقلص الرعشة العضلية الأولى بالنسبة للالتحام الغير التام للرعشتين العضليتين ها هو الالتحام الغير التام اكصلت إهاجة اعطتني اعطتني تقلص وارتخاء ولكن قبل ما يكمل الارتخاء ديال الرعشة الأولى اصلت الإهاجة الثانية وبالتالي تقلص وارتخاء ولكن مع ارتفاع في الوسع كيف ما كنتشوف داكو يعني في الالتحام غير التام فقش كنصلت لإهاجة الثانية خلال فترة ارتخاء لإهاجة الأولى فعين عندي هذه الإجابة خلال فترة ارتخاء الرعشة العضلية الأولى داكو الآن ثالثا يقولوا لي رعشتان عضليتان معزولتان ها هما الرعشة الأولى حتى اوقعت وحتى تكمل الارتخاء ديالها عاد بدات الرعشة الموالية يعني أن هنا إهاجة الثانية فقش خلال فترة لكي يكونوا رعشتان عضليتان معزولتان خلال فترة خلال فترة بعد انتهاء الرعشة العضلية الأولى أما بالنسبة للرعشة العضلية المعزولة التي هي هذه وحي هذا داكو داكو الإهاجة بمدة كومون داكو بالتقلص بالارتخاء فقش غنحصل على رعشة عضلية معزولة عندما تتم الإهاجة الثانية خلال فترة كومون الرعشة العضلية